متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم ماروة سيمان والنهاردة إن شاء الله هتكلم عن موقع من المواقع الممتازة وهذا الموقع مش عبارة عن أداة واحدة لأ عبارة عن أدوات ذكاء استنوعي تقدر تستخدمها في كتابة المحتوى الموقع ده بيجمع ما بين حاجتين في إبداع وفي بساطة في الاستخدام منظم جداً جداً لو كنت طالب أو مسوي أو صانع محتوى هتلاقي في الأدوات اللي فعلاً هتلبي احتياجاتك بسهولة الموقع ده طبعاً في خطة مجانية وخطة مدفوعة بالتأكيد الخطة المدفوعة هي اللي فيها أدوات متقدمة أكتر وفيها استخدام غير محدود من إنتاج النصوص بالذكاء الاصطناعي وحاجات كتير جداً جداً موجودة في هذه الخطة ولكن الخطة المجانية أيضاً بتفيد بشكل كبير جداً إلا عايز يجرب الأدوات الأساسية زي كتابة المقالات القصيرة أو إنه هو يلخص نص الاستخدامات اليومية أنت من الناس اللي استخدامك معتدل إلى حد كبير في إنتاج المحتوى أعتقد أن ممكن الموقع ده يفيدك بشكل أو بآخر وإنتوا عارفين أن أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا نركز دايماً على الخطة المجانية عشان يقدر يستفيد بها أكبر عدد من الناس اللي بتتبعنا على القناة يلا بينا نجرب موقع النهاردة Max AI ونشوف الأدوات اللي موجودة فيه عاملة إزاي يلا بينا دخلنا على موقع Max AI حطي لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو إن شاء الله وأول ما حنخش على الموقع حلاقي الإنترفيز بتاعه منظم جداً وسهل فيه التعامل معي ودي أكتر حاجة عجبتني في هذا الموقع أيضاً حتلاقي إن فيه extension ممكن تضيفه ليه متصفح Chrome وهو مجاني تقدر تضيفه بشكل مجاني وتستخدم هذه الأدوات الموجودة فيه ممكن يعمل لك summarize any image لخصتك أي صفحة يعتبر AI chat هيكون ظاهر عندك كده في sidebar rewrite text anywhere يقدر أنه هو يعيد كتابة التكست email instant reply الرد على الإيميل وأيضاً bilingual page translation الجزء الخاص بالترجمة ده بالنسبة للأدوات الموجودة وتقدر تستخدمها بشكل مجاني من خلال extension اللي أنت حضيفه ليه المتصفح لو دخلت بقى على الموقع نفسه حتلاقي فيه ال chat فيه عندك ال search عندك ال rewrite عندك ال write كل ما حدوث حيدخلك على الفئة الخاصة بالجزئية دي يعني هنا مثلاً ده ال chat هتقدر أنت تشات معي عشان تشات كأنك كده بالضبط بتستخدم chat food زي chat GPT PI chat حاجة بها من الحاجات الجميلة جداً أنه أنا ممكن هنا أشات مع أكتر من نموذج فيه حاجات هتكون في الخطة المجانية وحاجات هتكون في الخطة المدفوعة أولاً مني أعتقد أنه سيكون في الخطة المدفوعة ولكن أختار نموذجين عايزة أفاضل في الإجابة ما بين two models وبعد كده أقرر مثلاً هاختار إيه أو إيه أعطاني النتيجة أفضل أو أقرب للي أنا كنت متوقعها يعني مثلاً ممكن أقوله هنا create an assignment about the usage of PI in education استخدامه في التعليم اكتب لي assignment وهنا مثلاً C01 mini هيكون في الخطة المدفوعة يعني أنا جربت من قبل ممكن أختار GPT40 ممكن أختار هنا cloud 3.5 high code نشوف اللي اتنين وهنا حبتدي أن أنا أدوس enter هنا حيديني cloud 3.5 high code لكن حيقولي أن 401 موجود في الخطة للأسف المدفوعة في الحالة دي حتطر أن أنا مثلاً أستخدم حاجة ينفع تستخدم زي 401 mini نجرب كده ناخد copy ونشوف اللي اتنين هيشتغلوا معايا هيبقى GPT40 mini شغال بشكل مجاني زي ما إحنا شايفين واللي اتنين حيدوني الإجابة من المفترض أن أنت بتشوف الإجابتين وبتقرر أنه أفضل في الإجابة ودي ميزة من المميزات الحلوة جداً بدل ما تروح اللي class 3.5 هيكون تستخدمه وتروح لي GPT40 mini وتستخدمه فأنت حيكون اللي اتنين قدامك وعلى أساسهم بتختار وممكن تعمل داونلود للشات أنا بس حبيت أن أنا أوريك الجزء المتعلق بالشات لأن الجزء ده حلو جداً في عندك الجزء الخاص بي rewrite إعادة الكتابة وهنا أيضاً في نمازج مختلفة وفي من الحاجات اللي ممكن تستخدمها في حاجات في الخطط المجانية بعدد محنوص زي GPT40 mini بتكتب هنا التكست بتاعك ممكن تعمله improve writing وأعتقد أن improve writing موجود في الخطة المجانية حتلاقي عدد من الأدوات هنا تستخدم في الخطة المجانية منها وأيضاً أعتقد summarize يعني لو أنا روحت دي الشات بعد ناخد copy ونروح دي rewrite نفترض أن انت كاتب الكلام ده على word وعايز تعمل rewrite ممكن هنا تستخدم العمل improvement لتحسين جودة الحاجة اللي انت كاتبها في الحالة دي حتدوس على improve ويبتدي يعمل لك improvement أو يحسن جودة التكست اللي انت كاتبه أو الassignment اللي انت كاتبه أو المقالة اللي انت كاتبها بس هنا خدت مثال من الشات علشان أوريك موضوع التحسين إنه هو موجود بشكل مجاني أو عملية improvement موجودة بشكل مجاني فيه كمان موضوع rewrite يعني فيه tools كتيرة جداً جداً زي ما احنا شايفين فيه الناس المهتمية بالSEO أو search engine optimization اللي بتكتب مقالات ومهتمية بإنه يكون المقالة بتاعتها تظهر في نتائج البحث one click SEO diagnosis فيه كمية أدوات خاصة بالكتابة ممتازة جداً 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 human style rewriter فيه عندك اليوتيوب video title للناس اللي بتعمل محتوى على اليوتيوب writing مليان حاجات كتيرة فيه ideation الجزء المتعلق بالأفكار إنه هو يديك فكرة من الحاجات الحلوة قوي فيه strategy for keyword فيه ask questions الـ script writing الناس اللي محتاجة أداة تساعدها فيه كتابة الـ script يوتيوب script generator تقدر تساعدك تعالى كده نبص على هذه الأداة هنا مثلاً هستخدم GPT for O mini وهنا هاختار writing style يكون creative والتون هخلي formal friendly خلي friendly هنا ممكن استخدام بالعربي chat GPT في كتابة المقالات مثلاً حاجة بسيطة جداً هنا هيتدي يكتب بي اللغة العربية هنا هيقولك عنوان الفيديو استخدام chat GPT في كتابة المقالات كيف تعيد إحياء كتابتك وفيه مقدمة مشهد مع موسيقى يعني بيوصف لك scene الجزء الأول هتتكلم عن chat GPT بشكل عام إزاي تستخدم chat GPT نصايح نفس اللي بيعمله بصراحة chat GPT نفسه على هو الموضوع هيكون وجود الأدوات كلها في مكان واحد يعني لكن chat GPT عادي يقدر يعمل لنا الموضوع ده مفيش أي مشكلة فيه لكن طبعاً زي ما قلت لك دايماً بيكون كل موقع بيقدم ميزة تنفسية في تعدد الأدوات الموجودة زي ما احنا شايفين من خلال Max AI الجزء بقى المتعلق بالأرت للأسف في استخدامه أنا لقيت حاجات كتير جداً موجودة في الخطة المدفوعة الأرت أعتقد أنه هو حيكون موجود للأسف في الخطة المدفوعة في مجموعة من النماذج زي Stable Division 3 Medium و Flux 1 Pro و Flux 1 Channel أنا بصراحة مشايفة أنه هو من وجه نظري مهم استخدمه الجزء الخاص بإنشاء المحتوى البصري لأن فيه أو فيه مواقع كتير جداً بتقدمني الموضوع ده وبتقدمني خطط مجانية جيدة جداً ولكن التركيز هنا هيكون على الري رايت عملية اليمبروفمنت أو تحسين جودة الكتابة المقارنة بين نموذجين مجانيين مثلاً أنت بتستخدمهم كل واحدة على حد تقدر ناكي أنت تقارن في نفس المكان تاخد الأسسايمنت مثلاً تروح تعمله تلخيص وهكذا تعمل تشكل الجرامر الحاجات دي كلها ممكن تستفيد بيها كاحتياجات أساسية في الخطة المدفوعة أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة عن موقع ماكس اي اي أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزين بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتوا من متابعين على القناة ولو كنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته